اهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم والبداية مع حداث العراق على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تزداد مأساة الخريجين والعاطلين عن العمل وكذلك أصحاب العقود الذين لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم فالحكومة تقول دائما بأنها لا تملك الأموال الكافية لتوظيفهم اليوم خرجت مسيرة قرب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد لأصحاب العقود والأجهر اليومية مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم فلنتابع هذا المقطع موسيقى مقطع آخر لنفسي التظاهرات ومن أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد لموظفية العقود والأجهر اليومية فلنتابع موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة محافظة المثنى فقد خرج أصحاب العقود في دائرة الصحة في المثنى أمام دائرة الصحة في المحافظة وذلك لعدم استضف رواتبهم منذ شهرين دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة المثنى ومن أمام دائرة صحة المثنى ونفاجئنا خلال الشهر السابع توقفت رواتبنا شن السبب ما هذا؟ جينا تقينا مدير عام بالنسبة لحنا ملسطين تقينا مدير عام قال أكبر رواتب بس شن السبب ما جاي عطليش باسطفوننا ما هذا؟ نحن نطالب رئيس الوزراء ونطالب السيد موزير الصحة السيد حسن التنيمي بتدخل شغلتنا نحن نحن نصحاب عواد نحن نصحاب عواد وحتى قبل العيد مصر ونبقينا دا ملاب السياسات ماطس رواتب نعم نحن نهايت السابع هو رواتب تمتها من المهاد من الشهر الثاني دخلنا به وموازنه في منقلك عالموازنه الموازنه بيها عجز ماطس يعني شون NDIS المطنة السهم عدم السيولة السيد المحافظ عرف الوزير حمشته حسب الضواظ حسب الضواظ ما بتهمها يعني عندك دوح تصروف ما بتهمها ليس حسب الضواب نطالب بالصرف رواتبنا عاجلا وليس عاجلا ومن التعليقات حول المقاطعة الثلاثة التي شاهدناها علق الكثير من العراقيين ومنهم من قال يوني السعدون قال عاشد ايدكم بارك الله فيكم انتم اهل الحق ان شاء الله منصورين ويخسى الظالم كما قال هند قالت ايو الله صار سنوات عقود الدرجات تنباع من قبل الاحزاب واحنا باقين هيج مصطفى خزعل قال مع الاسف الحكومة هيج تتعامل مع كوادر مظلومة وفي فترة حرب تعتبر رضا العراقي قال تثبيت المحاضرين والعقود والأجراء اليوميين حسب الأقدمية لمن قضى مدة معينة أو سيقضي مدة معينة وتعين الباقين حسب الأقدمية بالتخرج بدون استثناء لمنع المحسوبية وما شابه ذلك في ناحية أو في محافظة ذيقار في ناحية العقية جنوب المحافظة تجددت اليوم التظاهرات المطالبة بالخدمات وإقالة جميع المسؤولين هناك فلنتابع هذا المقطع من محافظة تذيقار في محافظة ذيقار أيضا اقتحم متظاهرون قضاء الفهود ديوان محافظة ذيقار احتجاجا على تردي الخدمات وشحة المياه التي عصفت بالقضاء ورددوا هوسا قالوا فيها هتاف قالوا فيه لا تندق بيها فهود التعورك بالطيق فلنشاهد ترجمة نانسي قنقر ومن التعليقات على موقع فيسبوك للتظاهرات والاحتجاجات في محافظة ذيقار لهم من علق وقال سجاد نعمة قال ما اعتقد الوضع راح يتحسن واحتمال الأمور تسوء أكثر من قبل لأن الحكومة ما جاي يتبطى الفساد أحمد قال هؤلاء أبطال نتمنى أن يتسلموا زمام الأمور زهير قال أن أبو تحزب لا يصلح أن يكون مسؤول بكل مكان يقول طز بالأحزاب ميرزا عزدين قال والله البلدية كلها مرقشية وفاشلة لأحد من طلبوا مننا أوسط الشغبة 13 ورقة رشوة ومشروع صغير آكل مننا حبز حلال ولب الحرامية كما وصفه إلى محافظة البصرة ومن أمام المستشفى التعليمي في البصرة كوادر مسحة كورونا تأخروا بالذهاب إلى العمل مما شكل طوابير كبيرة للناس وفي ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة ودون مراعاة للتباعد الاجتماعي ولا اكتراث من قبل إدارة المستشفى دعونا نتابع هذا المقطع من أمام المستشفى التعليمي في محافظة البصرة مستشفى التعليمي كلها على المسحة كلها نفر واحد جاي مشهر الوادم كلها بها كورونا كلها مصابة كلها جاي تفحص حتى إذا ما بكورونا يجي هم يتمرض شوف هاي الوادم كلها مصابة من البارحة بالتسعة من البارحة بالتلافة الظهور بالتسعة بالليل ما اجري كورو المسحة وهسا من الصباح الوادم المتاري هاي الحالم كلها ضالة شوف هاي كلها بها كورونا الوادم كلها جاي على مسحات لحد الان ولا بشر جاي لنا ولا واحد يمقلب منه شوفوا هاي الوادم كلها الله يقبل محمد يقبل ليش يعني حتى المابيش ياسي يتمرض من الهوسة موظف واحد وهاي الوادم كلها علي وين يلاحك وحتى الموظف راح ما الفائدة من اخذ المسحة لفيروس كورونا في ظل هذا الاتضاظ الكبير داخل المستشفى دعونا نتابع التعليقات على موقع فيسبوك من العراقيين ما يعلق وقال حيدر قال وضع مأساوي جدا تعيش البصرة حيدر العسكري قال بسألي دعرف هي المسحة شير رادلها أخلي أكثر من دكتور ياخذ مسحة وفضل مشكلة أشو أغلب المصابين محجورين بالبيوت الظاهر أكو تعمد على ازدياد الإصابات كما قال حيدر سميرة الشمري قالت حسبي الله ونعم الوكيل من كل متهاون لا يساعد المرضى علي قال المهم الحزاب تعلق صور قادتها بالمستشفيات والوزارات نعم وذيعت قناة CNN الأمريكية قامت بتوبيخ جبران باسيل على الهواء مباشرة وهو زعيم التيار الوطني الحر ووزير الخارجي السابق للبنان قائدة له أنت من النخبة الفاسدة ولا تمثل اللبنانيين دعونا نتابع هذا المقطع سيد باسيل أبداً أكتشفني مني لكنا نأنك تحسب المسارة والمجنية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة كما قام متظاهرون غضبون لبنانيون بتعليق مشانقة رمزية لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله ورموز السلطة في لبنان فلنتابع بعضا منها إيمان صقر قالت يستاهلون مشانق على ظلم العباد وقتل الناس أم علي قالت لا حلو لا قوة إلى بالله العلي العظيم الله ينصركم والشعب العراقي من الحكومات الفاسدة يا رب يا رب يا رب أبو سيف الطايق قال الله يعينكم أنتو الشعب العراقي على ذيول إيران أحمد حسين قال ذهبت دولة لبنان التي كانت قبلة السياح من كل أنحاء العالم بسبب تلك الأعزاب التي تعمل وتمول من دول إقليمية دون مراعاة مصلحة شعوبها حتى أفقرت الشعب وأصبح يبحث عن رغيف خبز ولا يجده والآن إلى فقرة أنت ترى عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء ليصوروا ما يشاهدونه حولهم من أحداث في العراق عبر هواتفهم النقالة وصلنا اليوم مقطع المصور من الرحلة القادمة من بيروت إلى مطار بغداد بتاريخ السادس من أغسطس 2020 يعني قبل يومين يبين المقطع الفوضى داخل صالة مطار بغداد وعدم مراعاة تفشي وباء كورونا من قبل إدارة المطار وتأخير المسافرين وجعلهم يقفون بشكل عشوائي دون تحريك ساكن من قبل إدارة المطار دعونا متابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر بريد أن تترى ستة عرب ورحلة جاية من بيروت لبغداد الساعة حاليا بالخمسة نحن وصلنا بالأرب وصار ساعة إلا تقريبا ينتظر بس الجنة مني طلعان وماكو أي وقاية صحية وماكو أي كبائد اجتماعي يعني لو أكو واحد بكرانا يؤذي العالم كله والمسؤولين على المطار ماكو أي تحركوا عندهم ولا تحركوا ساكن أساسا نرجو الانتباه على هذه المهمة إلى فقرة الخبر المزيف عادت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا ليتم تداوله من جديد بعلوان نقل أحد طلاب السلس الأعدادي بسيارة الإسعاف من القاعة الامتحانية بسبب إصابته بفيروس كراء دعونا نتابع المطار هذا الخبر مزيف والحقيقة بين الفيديو الذي تم تداوله وتم نشره على موقع التواصل الاجتماعي منذ أربعة أشهر وليس الآن فالخبر مزيف وغير صحيح الآن إلى فقرة هاشتاك يوم الثامن من أغسطس ذكرى انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ويعرف بالعراق بيوم ثمانية ثمانية حيث انتهت الحرب بعد ثماني سنوات بتاريخه الثامن من أغسطس من عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين ويطلق عليه يوم النصر العظيم يوم أمس وافقت الذكرى الثاني والثلاثين ليوم النصر العظيم حيث أطلق نشطاء نشطاء إيراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي واسما بعنوان يوم النصر العظيم هذه الحرب قدم فيها العراق الكثير من الأرواح والأموال لصد المشروع الإيراني في المنطقة الذي يوم نراه يتغول في بغدادة ودمشق وبيروت وصنعاء ويحاول زعزعة الاستقرار في دول الخليج العربي دعونا نتابع بعض من التغريدات على موقع تويتر تحت وسم يوم النصر العظيم قرعد بندر قال أضعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة والسداد ثغري شاعر قديم قال ثمانية ثمانية ألف وتسعمائة ثمانية ثمانية اليوم الذي لن ينساه لا من رفع راية النصر ولا من تجرع سم الهزيمة عدنان حمد المدرب العراقي قال ثمانية ثمانية ألف وتسعمائة وثمانية ثمانية يوم الأيام كما كان هذا اليوم عظيما وخالدا يوم الانتصار التاريخي على المشروع الإيراني لتدمير المنطقة العربية لكنه اليوم تتضح قيمته أعظم وأكبر يوم النصر العظيم دكتور لقاء مكي قال احتفال العراقيين بذكرى وقف الحرب مع إيران هو في أساسه تذكير لطهران بأنها سبق وهزمت أمامهم فلا تفرح كثيرا بنفوذها في العراق اليوم الأيام دوا ومثل ما حدث من قبل سيحدث لاحقا يوم النصر العظيم أثمان المختار الصحفي العراقي قال يوحو متبع له جرينه ثمانية ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين يوم من أيام الله الفاتحة وصلاواته ربي على الرجال الشم بهذا اليوم الأغر يوم النصر العظيم نحن الآن إلى فقرة بعد الهاشتاغ مشاهدين الكرام ننويه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أهلا بكم من جديد بعضهم رشق بالماء والآخر طرد بالمكانس سياسيون لبنانيون يطردون من شوارع بيروت دعونا نتابع التقرير التالي الذي أعده موقع على العربي حول هذا الموضوع سياسيون لبنانيون سياسيون لبنانيون أرارت حماية طفلها فارتقت شهيرة عند الله بإذنه تعالى جريمة جليلة من جرائم الاحتلال الشابة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الصيوني الشابة الفلسطينية دالي أحمد سليمان البنغة من العمر ثلاثة وعشرين عاما استيقظت في الصباح لجلب الحليب لطفلها فقتلتها القوات الصهيونية قبل يومين فلنتابع المزيد حول الشهيدة الشابة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رحمها الله وأسكنها فسيحة جنته لكي تقدر الحياة عليك أن تجرب الموت العلاج بالموت مركز طبي كوري يتيح فرصة للعلاج بالموت كيف يكون العلاج هو بطريقة وضع المريض النفسي الذي يحاول أن ينتحر في تابوت خشبي لكي يقدر معنى الحياة دعونا نتابع هذه الطريقة عبر التقرير التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من روح الله ومن رحمة الله وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله